السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء اهلا ومرحبا بكم يارب تكونوا بخير في حلقة النهاردة هنتعرف ازاي نجاوب على امتحان البابلشيت التعليمات وطريقة الاجابة وطريقة تصحيح الامتحان الكترونيا والاخطاء الشائعة اللي بيقع فيها معظم الطلاب اول حاجة تعالوا نتعرف على طريقة تصحيح الامتحان امتحان البابلشيت علشان ما نقعش في الاخطاء اللي احنا هنقولها دلوقت طريقة تصحيح الامتحان الكترونيا تعالوا مع بعض نتفرج الأول على طريقة التصحيح دي طريقة تصحيح الامتحان علشان تكون عارف انت بتعمل ايه والامتحان اللي انت هتجاوب عليه هيتصحح ازاي تعالوا بقى نقرأ التعليمات كويس جدا اللي بتجيلنا في ورائة الإجابة التعليمات دي مهمة عزيزي الطالب اقرأ هذه التعليمات بعناية باهتمام اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان جيدا وفضوء هذه التعليمات اجب عن الأسئلة لازم تقرأ السؤال كويس جدا اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا وفكر في السؤال كويس جدا قبل ما تبدأ تجاوب استخدم الألم الجاف لا زرق الألم الجاف الأزرق فقط في الإجابة وهنا عرف دلوقت ان انت ممكن تبدأ تجاوب بالرصاص وبعد كده تزرق في الآخر هنتعرف على كل ده دلوقت واحدة واحدة التعليمات استخدم الألم الجاف الأزرق فقط في الإجابة ولا تستخدم موزيل الكتابة ما ينفعش تستخدم الكورريكتور ما ينفعش تشتب في ورقة الإجابة بعد ما تقرأ السؤال كويس جدا وتفكر فيه كويس جدا بتبدأ تجاوب عن الأسئلة بتظلل الدايرة ذات الرمز الدل على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بتشوف الإجابة بتاعتك هي ألف ولا بيه ولا جيم ولا دال وتبدأ تظللها كويس جدا زي ما هنتعرف دلوقت مع بعض بالتفصيل موجود على الشمال قدامك ورقة الإجابة بتكتب البيانات اللي فوق بالألم الجاف الأزرق اكتب البيانات بتاعتك كاملة الاسم الطالب ورقم الجلوس والإدارة واللجنة والمدرية كل البيانات دي اكتبها الأول قبل ما تبدأ في الإجابة بعد كده هتلاقي الإجابة ألف به جيم دال بشكل من الاتنين اللي موجودين قدامك على اليمين ممكن يجيلك أرقام السؤال واحد اتنين تلاتة ويجيلك ألف به جيم دال يا جوة دايرة يا مكتوبة فوق خالص وتحتها الدايرة ركز كويس جدا في رقم السؤال والإجابة بتاعته عشان ما تجاوبش حاجة غلط لو عندك الحروف داخل الدايرة اللي هي ألف أو به أو جيم أو دال هتكرأ السؤال هتحدد رقم السؤال وتبدأ تظلل بالألم الأزرق كويس جدا الإجابة الصحيحة ولو عندك برضو الحروف فوق خالص ألف به جيم دال هتكرأ برضو السؤال كويس هتحدد رقم السؤال وبرضو تبدأ تظلل الدائرة اللي تحت الحرف الدائرة اللي تحت الرمز ألف أو به أو جيم أو دال اللي بتدل على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال وممكن في الامتحان تجاوب بالألم الرصاص وفي اخر الوقت خالص تبدأ تظلل الاجابة علشان لو عايز تعدل حاجة ممكن في مكان الاجابة الصحيحة اشد خط صغير كده مكان الاجابة او اظللها بالالم الرصاص بحيث ان انا لو عايز اعدلها اقدر امسحها واعمل الاجابة الصحيحة وخلي بالك قبل الوقت ما يخلص في اخر الامتحان تظلل كويس جدا بالالم الجاف لازم تظلل الدايرة كاملة بالالم الجاف الازرق تعالوا مع بعض برضو نتكلم عن الاخطاء الشائعة اللي بيقع فيها كتير من صاحبنا من الاخطاء الشائعة ان انت تظلل دايرتين تختار دايرتين في الحالة دي انت كده خسرت الدرجة والسؤال بيتحاسب لك غلط برضو من الاخطاء الشائعة مثلا لو السؤال رقم اتنين جيم من الاخطاء الشائعة ان انت تعمل بلون باهت مش باين برضو مش هيتصخح وهيتحاسب لك الدرجة غلط برضو من الاخطاء الشائعة ان انت تصخح بعلامة صح او علامة غلط تختار الاجابة الصحيحة بصح او غلط التصحيح الالكتروني مايعرفش كده لازم تظلل الدايرة كاملة برضو من الاخطاء الشائعة عدم تظليل الدائرة بالكامل ان انت تعمل حتة صغيرة زي ما عملنا كده في دال او ان انت تتجاوز حدود الدائرة تعد الدائرة زي برضو كده ما عملنا في السؤال رقم اتنين في جيم يبقى نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنحل الامتحان نقرأ السؤال كويس جدا نفكر فيه كويس جدا نستخدم القلم الجاف لازرق نظل للدائرة اللي بتدل على الاجابة الصحيحة وخلي بالك كويس جدا من رقم السؤال ويكون قصاده الاجابة عشان ما تكونش بتجاوب على حاجة تانية خالص بتمنى لكم كل التوفيق بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته